انا لغاية دلوقتي مش قادر افهم ايه مشكلة الاخ ادرس قلبة ده ده زي ما يكون في حد عاكس له الليبلز بتاعة السيناريوهات على مكتبه يعني هو عند واحد بيارى السيناريوهات وبيقول لي بص دي السيناريوهات الزبالة ودي السيناريوهات الكويسة بس الليبل معكوسة سيكرت انفيجن ضحية لكل ما هو سلبي وكل ما هو محبط اللي شفناه من مارفل في تجاربها على مستوى المسلسلات اللي بدأت بداية كويسة ولكن مثيرة للترقب وللقلق كده وبعد كده فضلت في حالة سقوط مستمر الى ان وصلنا لليوم اللي فيه مسلسل بيتعرض لاحداث داخل عالم مارفل اللي ما عادش يرفع نقول عليه السينمائي بس داخل عالم مارفل ومع ذلك درجة الاهتمام به اعتقد ان احنا كلنا لمسناها ما بين الناس ومسلسل سيكرت انفيجن تكسيد جيد جدا للي انا عمل اقوله وكرره ان ما فيش مسلسل في الدنيا صعب انه يتعمل فيلم كل مسلسلات الدنيا ممكن يتعمل افلام يعني انا مقتنع بكده وان الفورمات بتاعت المسلسلات ديت ليها اعتبرتها واعتقد ان ده ينطبق بالنسبة 100% على سيكرت انفيجن ده من اكتر المسلسلات اللي كانت المفروض تبقى افلام ولكن يجي نسأل نفسناه وده لو كانت عمل فيلم كمين هيهتم بي ومين هيتفرج عليه ومين هيحس ان هو من الوزن الكافي ان هو ينزل من بيته ويخش يروح السينما عشان يتفرج عليه ويدفع فيه فلوس فانا موافق على هذا الطرح وبناء عليه متقبل ان حدودها زايرة تتحكي داخل مسلسل خصوصا وان هي حطل نفسها عدد من الحدود وعدد من العراقيل بادها لاعتبرات كونها مسلسل فهو من الاخر اللي انت واخده كعذر علشان الفورمات اللي انت بتعملها في نفس الوقت بيشكل عراقيل بالنسبالك منعك من انك تعمل الحاجات المطلوبة عشان المسلسل ده يبقى كويس بعيدا بقى عن كل الحاجات الكريبتك دوت هو مسلسل بعدد الحلقات بتاعه ستة زمن الحلقة بتاعته مش طويل الدنيا بتاعته بتخلص سريعا والاحداث بتدور حول الصراع الجديد مركزه هم السكرالز لو انتوا فاكرين السكرالز اللي كانوا ظهروا فيلم كابتن مارفل اللي كنا في البداية بصين عليهم على انهم فيلنز وبعد كده فهمنا انهم الجنس المظلوم واللي نيك فيوري بياخد مهمة انه هو يلاقي لهم بيت او يلاقي لهم وطن علشان يسكونوا فيه ولكن مع مرور السنوات الطويلة ديت نيك فيوري لم ينجح في المهمة بتاعته وده نتج عنه جيل جديد من السكرالز الحانقين جدا على ايديولوجية المتحفظة والسلمية والبطيقة والديبلوماسية جدا بتاعت الاجيال الاكبر او الاقدم منهم وبقى عندهم استعداد ان هما يقوموا بعدد من الخطوات وعدد من الخطط وعدد من الاكشنز اللي ممكن يكون لها اثار تدميرية عشان يوصلوا الهدفهم بشكل اسرع كلمة السر في مسلسل سيكرت انفيجن كله على بعض هو فكرة الايديولوجية الايديولوجية القديمة والايديولوجية الجديدة وايديولوجية الشباب وايديولوجية الغريب داخل الوطن مش بتاعه وايه هي المرحلة اللي بيفقد فيها صبر وبيطالب فيها بحقوقه وممكن نكون بالناقش كذلك ايديولوجية التعاون الدولي منظور الدول لبعضها وممكن نوصل لمنظور اجتماعي شوية ونقول ايديولوجية التقبل الاخر وممكن اصلا داخل العلاقات نفسها نتكلم عن ايديولوجية الحب كل ده تم تقديمه في الاطار الديق بتاع الحلقات بتاعتنا وتم تقديمه بشكل كويس جدا والاداء الرئيسية اللي ساعدت على تميز هذا المسلسل انك لما تيجي تتفرج عليه تقول انا خلصت الحلقة الاولانية عايز اشوف الحلقة التانية عايز اشوف الحلقة التالتة ولما تيجي تتسئل هتلاقي نفسك مش عارف تقول انت مدفوع بايه بالزبط لان لا الحدوتة ولا الحبكة ولا الفكرة بتاعته القائمة على صراع الايديولوجيات جديدة هي اصلا صراع الايديولوجيات دا هي النقطة الرئيسية اللي مارفل مرتكز عليها في كل المسلسلات اللي هي عملتها مؤخرة فكرة ان احنا للوقت يعايزين ننتقل لجيل جديد والجيل الجديد دا قد يفكر بشكل مختلف ففيه صراع صراع ما بين ايليونز وما بين اهل الارض ما بين جنسيات ما بين ناس مصدقين حاجات معينة ودايما البليب بتلعب دور في دفع الاحباط دا لدرجة الانفجار فانا فكيت اللغز دا ومصولا للحلقة التانية كان واضح جدا بالنسبالي ان عنصر التمييز الرئيسي في هذا المسلسل هو الحوار مسلسلنا طبعا مسلسل حركي فيه اكشن كتير وفيه مواجهات كتير وكلها من اسوأ ما يمكن حقيقي من ابشع ما يمكن مش ممكن يعني حتى فيه مشاهد كتير على مستوى الافكار ممكن تقول انا شاري الفكرة لكن لما تيجي تتفرج على التنفيذ ليه يا جماعة كده يعني اه طبعا لما بنيجي نتكلم على ان المؤثرات البصرية اصلا في المشاريع اللي زي دي في الافلام تراجعت بشكل كبير ما بقى لك بقى لما تيجي في التلفزيون حيجرالها ايه اتصحقت بقت من اصعب ما يمكن يعني ولكن دايما بيتخلل المشاهد دي والصراعات دي والتناول الحركي ده حوارات حوارات بيتم فيها مناقشة الايديولوجية والتوقعات وكل وجهات النظر اللي ممكن نفكر فيها وحقيقي مكتوبة بدرجة عناية وبدرجة اتقان من اجمل ما يمكن وفي اغلب الاوقات بيتم القاها او تبادلها على يد ممثلين جيدين جدا ومسلسط سيكرت انفيجن للي ما حفكرش ان هو يدي له فرصة هو على مستوى الممثلين شيء رائع يا جماعة ساميول جاكسن بيل ميندلسن اوليفيا كولمن وما هياش دور عادرة ده دور يعتبر رئيسي موجود معنا ايميليا كلارك مش من الادوار المميزة اوي بالنسبالي بس اهي يعني موجودة كينجزلي بنادير ده من الحاجات الجمدة اوي اللي جاها في الطريق وهو اللي بيشكل او بيجسد دور الفيلان في الحدوطة بتاعتنا دون شيدل دون شيدل دون شيدل هو في تقدير الشخصي افضل اداء في المسلسل اصلا دوره مش كبير اوي ولكن هو مركز شيء معين وبيجسد شيء صعب ان هو يعبر بشكل جيد عن الهيئة اللي هو بيقدمها عامل دور من اقوى ما يمكن وعاوز اقول ان هو ممكن يكون الاداء التجسيدي الافضل في المسلسل كله مع كامل الاحترام للباقيين هو الجزء الوحيد اللي انا بديله فيهم الفضل هو الفكرة بتاعت الالقاء وتبادل الحوار وطرح الافكار اللي المسلسل بيتبناه المشكلة بتاعت الحدود او المحدودية بتاعته هو اصلا اطرحت وهو داخل الاحداث هو حاول يلقلها اجابة عن طريق الايديولوجية لما بيقولك احنا دلوقتي في صراع بيهدد كوكب الارض كله فين الافنجرز فين السوبر هيروز فقالك يعني جاوب اجابة معقدة ملغوصة ومعمولة الاجابة الابسط بشكل واضح جدا ولا يمزانية المسلسل ما تجيبش ولا واحد منهم بس يعني هي دي الاجابة الوحيدة المقنعة اللي احنا ممكن نقبلها وهي دي الحدود اللي هو رميها قدامه فعلا ان هو ما يقدرش يجيب الممثلين دول فلازم يشتغل في نطاق داية ونطاق الداية دوت غير مقنعة ليه مش موجودين فين السي جي اي الكبير فين الموضوع ده كله قالك لا والله ما نقدرش يعني عندي افكار معقدة فلسفية انا ما اشترتهاش على الاطلاق وطبعا المحدودية ديت واضحة جدا في تنفيذ مشاهد الاكشن اللي ممكن يكون افضلها على الاطلاق هو البوس فايت الاخيرة اللي في اخر حلقة واللي بتتميز جدا على مستوى الفكرة يعني كل المشاهد بتاعت الاكشن في المسلسل انا ما اهتمتش بيها خالص حسيت ان فيها تجوز كبير جدا للمنطق في حدود اللي انت بتحاول تقدمه سهولة الوصول لشخصيات من المفترض ان صعب جدا انك توصل لها وتعمل معاها مواجهة او صراع زي ده ولكن المواجهة الاخيرة حقيقي على مستوى الفكرة قوية جدا 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 وعلى مستوى التنفيذ لا ترتقي لخمسة من عشرة او ستة من عشرة مثلا من اللي كان ممكن يتم تقديم من الحاجات اللي يشكر عليها المسلسل جدا هو قوة قلبه على مستوى التضحيات ومن غير حرق رغم ان فيه تضحية في الحلقة الاول على طول للناس اللي انتبع المسلسل بس حقيقي هو قلبه جامد قوي على مستوى التضحيات ورهيف شوية في الشخصيات الجديدة اللي هو بيقدمها اللي برضو كان ممكن يكون عنده جرأة اكبر في التضحية بيها ولكن هو ممكن نقول جبن شوية او تحفظ شوية في التعامل معها عموما المسلسل صالح جدا للمشاهدة زي ما بيقول كده مدام المسلسل انا خلصته يبقى ينفع يتشافي خلصنا يعني من هذا الموضوع ممكن يكون من افضل المسلسلات اللي انتهت على نقطة ممكن نستفيد بيها ونبني عليها في المستقبل لان في شخصيات اخيرا مطيرة للاهتمام ظهرت المرات يعني قبل كده كانوا بيقدموا شخصيات اللي هو انا مش عايز شوفهم اصلا يعني لا عايز عرف بي هتعمل بيهم ايه بعد كده ولا كنت مهتم بيهم اساسا وتقدمهم جوه المسلسل ما كانش داخل دماغي لكن المسلسل ده لأ الشخصية بتاعت جايا انا مهتم اشوف رايحة الفين بعد كده خصوصا في النقطة اللي هي انتهت بيها شخصية اللي بتجسدها اوليفيا كولمن مطيرة جدا للاهتمام وحابب اتتبع المستقبل بتاعها والنقطة اللي هم انتهوا بيها مع بعض كمان مهمة جدا وممكن يدني عليها حاجات في المستقبل جيدة وتقييمي لهذا المسلسل وهذا الموسم ممكن يكون خصوصا لما نحطه على او المقياس بتاع كل مسلسلات مارفل لغاية دلوقتي انا ممكن اديله عاوز اقول سبعة بس لا مبالغ فيها شوية ممكن نقول ستة وموسم من عشر دابار سيزن تو انا من الناس اللي عجبني جدا الموسم الاولاني من مسلسل دابار ولكن حسيت ان فيه بعض المبالغة في تقديره لان انا حسيت ان الحدة الشديدة جدا والمرتفعة جدا في اغلبية مشاهده مصطنعة مش شايف ما يدعمها على مستوى الاحداث او ما يبررها الموسم التاني بدأ معايا نفس البداية تقريبا برضو عمال اتساءل لاني طبعا هو تعرض على ديزني عندنا هنا في مصر متأخر شوية كان فيه ناس كتير شافوه وبالفعل قابلوه بحفاوة كبيرة جدا وقالوا ان هو افضل مسلسل في السنة وافضل موسم في السنة وانا لما تريد تتفرج عليه ما كنتش حاسس بصراحة بدأ قوي ولكن حسيت بدعم على مستوى حاجتين مستوى الالهام وبما اننا موضوع الالهام دوت هو ثيم مخيمة علينا شويتين في الستريم بقى لقى فترة فكرة الكارير المستقبل الوظيفي لو انا مش متحمس قوي لوظيفتي المفروض اكون بعمل ايه ازاي ارجع الشغف لنفسي والامور دي كلها ففتح كلام كده قبل ما نتكلم في اي تفاصيل مسلسل دبار لازم تتفرج على الموسم التاني لازم 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 حيدعم قوي 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 فكرة الالهام والشغف والرغبة في اداء افضل ما يمكن في الوظيفة اللي انت بتشغلها والنقطة التانية نقطة التبرير لان الموسم التاني الحدة اللي فيه وهي مرتفعة جدا وقد تكون اكثر ارتفاعة من الموسم الأول كدلك ليها ما يبررها بشكل واضح ويمكن كمان يكون فيها ما يبرر الحدة اللي كانت موجودة في الموسم الأول أساسا يعني الموسم التاني من مسلسل دبار مش بس حلو لوحده ده بيخلي الموسم الأولاني أحلى للناس اللي شافت الموسم الأول من مسلسل دبار مش عارف بقى يعني أتكلم إزاي بحر أو للنقطة اللي احنا وصلنا لها في نهاية الموسم الأولاني أنا هعتبر اللي مكمل معايا شاف الموسم الأولاني وممكن يكون لسا ما شافش الموسم الثاني أو ممكن يكون شافه بس أنا كده كده حلتزم في الحديث عن الموسم الثاني بعد من الحر الموسم الأول انتهى بأن الناس لقوا الفلوس عرفوا مصير الفلوس الأخ الأكبر الذي انتحر وما بقاش موجود معنا عمل فيها ايه وهو الواقع ان هو احتفط بيها داخل المطعم وهم لقوها وقرروا ان هما يقفلوا مطعم السندويتشات دبيف المتواضع اللي هما كانوا كلهم شغالين فيه وانه هما يبدأوا مطعم محترم فاخر تحت اسم دابار المسمى المنتشر للعائلة كلها والكارمي الشخصية الرئيسية بتاعتنا عن طريق قرد زيادة من عمهم علشان يعملوا المطعم المحترم جدا دوت ويتواروا مستقبل اذا رحلة الموسم التاني كلها على بعضها هي رحلة السباق ضد الزمن عشان يتم تأهيل كل افراد المطعم للعمل في مطعم فاخر محترم لافتتاح المطعم في الموعد المناسب عشان يبتدي يحقق ربح ويعرفوا يحتفظوا بالمكان بتاعهم ما يخسرهوش لصالح العمل عملية تأهيل الناس اللي موجودة في المطعم دي هي اللي قصدوا بالتحجيد بفكرة الالهام احنا عندنا عشر حلقات كل حلقة تقريبا في حدود 30 دقيقة ممكن تزيد عن كده شوية وعندنا حلقة واحدة بالتحديد اعتقد هي الحلقة اللي تهم كل الناس وهي الحلقة السادسة دي زمانها اكتر من ساعة وما تتخدعوش فيها لانك ممكن تخش فيها وانت مش دريان فجأة لايه ما بتخلصش وانت مش فاهم هو ايه اللي حصل بالضبط عاوز اقول ان تقريبا في الحلقة التانية ابتدينا بالفعل المهمة بتاعت الناس اللي موجودة دي اللي كانوا شغالين في مطعم سندوت شاد اللي هما من الاخر ما عندهمش امكانيات اطلاقا لان هما يشتغلوا في مطعم فاخر او محترم او كلام زي ده حيتم تأهلهم ازاي الحدوطة بتاعت تينا الحدوطة بتاعت ماركوس الحدوطة بتاعت ايبرا والختام الاروح على الاطلاق بالحدوطة بتاعت ريتشي والشخصيات دي انا درجة ارتباطي بيها من الموسم الاول ما كانش مرتفعة اه خلاص فاهم الاحداث هو تعمل تركيزي الاجبر على الشخصيتين الرئيسيتين كارمي و سيدني ولكن التانيين دول كانوا مجرد شخصيات مساندة المرة دي عاوز اقول ان بعضهم بياخد بطولة حلقة بالكامل ريتشي في الحلقة السبعة هو بطلها بالكامل تقريبا ماركوس ممكن يكون في الحلقة التانية او التالتة هو صاحب الحدث الاهم وبقى عندنا عدد كبير من ضيوف الشرف موجودين معنا بيتولوا في الاغلب المهمة دي ازاي نطور الناس ديت او نعلمهم او نوصلهم لحاجة كويسة وخلال الرحلة بتاعت التطوير والتعليم والتدريب ديت اخيرا بنشوف اكل شكله حلو ان دي كانت مشكلتي مع الموسم الاول ان الاكل اللي فيه شكله مش حلو ونادرا ما بنشوف ناس بتاكل الاكل ده المرة دي لا اللي بيحبوا الطبيخ يا جماعة لازم تتفرجوا على الموسم ده الموسم الاولاني ما كانش مجامل قوي للناس اللي بتحب مشاهد الطبخ المرة دي لا الوضع مختلف ازاي بيبتكروا المينيو ازاي بيتعلموا يعملوا الحلويات في الحالة بتاعت ماركوس ازاي بيتعلموا يطبخوا بشكل افضل يقطعوا بشكل افضل يعملوا الكلام ده كله شكل الديشز الاخيرة واخيرا مساحة كويسة للممثلين ان هما يورونا وش هادي لان وشوش الممثلين في الموسم الاول كانت دايما غاضبة ودايما صارخة ودايما حادة جدا في الحدوطة بتاعة ماركوس بالتحديد يا جماعة انا في حلقة ماركوس والله العظيم قلت لمراتي انا عاوز اعمل زيه انا عاوز 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 اسفر في حتة اتعلم عاوز اعود في حتة زي اللي هو قاعد فيها واخد التجربة دي واسحة بدري قوي واروح اشتغل من تحت قوي وبعدين اعود اسفر نفسي وانا اصلا بعملش كده ليه المفهود اكون بعمل كده ليه مش كل الناس في العالم بتعمل كده المشاهد بتاعت تينا لما سيدني قالت لها لأول مرة ان هي عايزها تبقى السو بتاعها السو شاف بتاعها لحظات السعادة اللي على وشها والفرحة بانها حتروح تتعلم وبعدين حنعمل لكم سؤال تريفيا مهم جدا للناس اللي شافت الموسم التاني من دبار بالتحديد في المكان او المدرسة اللي هما راحوها فكرتكم بشخصيتين من فيلم ولو قولولي انهي فيلم وانهي شخصيتين اللي حيقولها يبقى سوبر برينز شاو شانكري دامشن يا جماعة راد وبروكس مين اللي بيجاد 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 مين اللي بيستقبل الحياة مين اللي لسه عاوز يرجع تاني لشبابه ويعيش التجربة من الاول ومين اللي تعب ومعندوش استعداد ان هو يتعلم حاجة جديدة او ايه بقى جزء من العالم الجديد او ان هو يتقبل انه ما بيعرفش حاجة ويتعلم من اول وجديد I loved it وحاسس ان هو كان فيها يعني ان فيه استمداد للايحاء او للالهام من الفكرة دي في تصميم الشخصيتين دول بالتحديد وصولا للحلقة السادسة اللي كلها flashback داخل منزل عائلة برزاتو اللي كان فيه اكبر عدد من ديوف الشرف شوفنا جيمي لي كيرتز جون موليني بوب اودن كيرك الشخصيات ظهروا اغلبهم تقريبا مش هنشوفهم الا في الحلقة دي بس او في المكان اللي هما كانوا فيه ده بس في عشاء عائلي مليان سريخ وسويت واخناء وتبادل كل حاجة في الدنيا ممكن نتخيلها واخيرا بنفتح نافدة على الحالة العقلية بتاعة افراد هذه العائلة او الحالة النفسية بتاعة افراد هذه العائلة وبنشعر بالقلق على كارمي انه غالبا مش بعيد قوي عن اللي حصل لمايتي وان الموضوع او حالة الحدة حالة النرفازة حالة الصراع اللي هما فيها دايما ده ده جزء من الDNA ومن البصمة بتاعة العائلة نفسها هو ده التبرير بتاع الحدة اللي احنا عايشانها من البداية لان انا كان عندي تساؤل هو كل المطاعم اللي في الدنيا كده لا مش كل المطاعم اللي في الدنيا كده مطاعم ده بالتحديد كده لانه دول ناس مجانين المطاعم التانية وخصوصا لما ريتش يراح المطاعم اللي كان بيتمرن فيه ممكن يكون شاف بعينيه برضو الجدية والدواعي بتاعة النرفازة بس هما كانوا فيه ده جنان ده مش شئ طبيعي وده جزء من العائلة فيه مشاهد كتير جدا في الحلقة السادسة بالتحديد كان فيها صراعات ما بين الشخصيات هما بيتخنقوا مع بعض حاسس ان اخراجيا كان فيه قصد ان الموضوع يوصل لنا ده صراع دبابة فعلا الناس دول اسمهم بيرز مش غلط يعني هو ده فعلا هما فعلا السلوك بتاعهم كده السلوك بتاع تسايد للحظة فرض رأي فرض هيمنة فرض اهمية بشكل عنيف بشكل مش بعيد ابدا ان هما يبتدوا يتشبكوا او يتعركوا او يعملوا حاجات زي كده ومع ذلك انا حلقتي المفضلة طبعا كامل اللي احتراموا التقدير للحلقة السادسة ده حدث تلفزيوني بكل تأكيد حلقتي المفضلة في الموسم التانية الحلقة السابعة الحلقة المخصصة الريتشي يا خبر ابيض على الجمال انا اصلا ريتشي ما كانش من شخصياتي المفضلة وكان عندي مشاكل كبيرة معاه في ان انا مش شايفه بيتحرك البقين كلهم بيتحركوا وهم بيتحركش خالص وهو يبدو ان الحركة بتاعته كانت مؤجلة للحلقة الرائعة العظيمة دي اداءات التمثيلية في الموسم من اجمل ما يمكن ضيف الشرف المفضل بالنسبة لي في الحلقة السابعة لان هي حلقتي المفضلة اساسا ومن الشخصيات الرئيسية مستوى فوق المستوى وعندي شوية تحفظات او شوية قلقة جاه سيدني انا مش حاسس انها افضل ممثلة كانت ممكنة للدور ده رغم انها بتقدم مذاق جديد لشخصية بالتفاصيل دي ده مية في المية بس حاسس ان التعائدات بتاعتها كانت تستحق تكسيد افضل من كده شوية مش تعييب قوي بس مستوى بقيت الممثلين في حتة تانية العملية بالنسبة له هم عبدية جدا المسلسل فيه سريخ كتير وفيه جنان كتير وفيه كلام زي ده بس في لحظات الهدوء لحظات التأمل اللحظات اللي بيجي بيبقى عندهم فرصة ان هم يعبروا مش بس بالصوت بيعملوا حاجات من اروع ما يمكن وهي دي الحاجات المفضلة عندي ولا انا حبيتها اكتر من اي حاجة تاني تقييم المسم التاني من دبار تسعة من عشر Love and Death المسلسل اللي من بطولة إليزابت أولسون و جيسي بليمنز اللي انا كنت قلت عليه نوحش قوي يعني كنت سألت عليه مرة في الستريم سريعا جدا وكنت قلت لكم انه نوحش قوي بس بيوصل معك للغريزة بتاعة رغبة المتابعة ورغبة مسائلة الشخصيات اللي في الحدوطة الحقيقية لانهو بيحكي حدوطة حقيقية انا لما شفت المسلسل ما كنتش اعرف عنها حاجة فانا كملت يعني انا لو المسلسل ده ما كانش قصة حقيقية في الاغلى ما كنتش هكمل ولكن ده كملته لان انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل في الاخر وديه الشيء الوحيد اللي دفعني للاستكمال والصراحة ما ندمتش ده انا كملته للنهاية لان في النهاية في بعض المكافآت وبعض المفاجآت المرضية جدا المسلسل لو عرفت تتجاوز اول تلات حلقات بالتحديد بيتحسن كتير بعد كده حدوطة بتاعتنا حدوطة حقيقية حصلت في احد المدن والاحياء الهادئة العائلية المتحفظة الامريكية في نهاية السبعينات عن علاقة علاقة غرامية نشأت ما بين زوجة وزوج يعني واحدة متجوزة وعندها ولاد واحد متجوز وعنده اسرة وهي راحت له قالت له نعمل علاقة مع بعضينا دخل معها في هذه العلاقة لغاية نقطة معينة حصل فيها جريمة وبعد كده بنشوف ان البطلة بتاعتنا بيتم اتهمها في هذه الجريمة وبنعيش في كيفية الوصول لحل هذه الجريمة ومحاسبة المسؤول عنها والامور دي كلها اول تلات حلقات من المسلسل التركيز الاساسي بتاعهم هو طبيعة المجتمع اللي احنا عايشين فيه طبيعة العلاقة الغرامية او الخيانة بتسبب في النهاية في الجريمة اللي احنا بنشوفها واللي مبني عليها كل الاحداث وبصراحة هي مش حلوة لسببين اولا لانها زي ما تكون عاوزة تفرض علينا عدد من المعلومات برضو ما حستش وانا بتفرج انها محايدة ما حستش ان كل شيء المفروض يكون تقال حاسس انها بترسم تفاصيل للشخصيات تبرر اللي حصل بعد كده على مستوى الجريمة واللي حصل بعد كده على مستوى الحكم فما حستش ان انا بتفرج على حاجة طبيعية حست ان فيه حد بيعيد هندسة الاحداث عشان تؤدي النتيجة في الاخر مفهومة للمشاهد العملية ما كانتش مقنعة في التفاصيل بتاعت العلاقة في التفاصيل بتاعت حياة هذه الاسر او هذا المجتمع وحسيت ان الكلام دوت مسئولية كبيرة جدا عشان تترمي على عطق الممثلين ان هما يحاولوا ينقلوه واعتقد ان الكل ردخ تحت هذا الحمل في معادة جيسي بليمنز يعني اليزابت اولسن عاملة دور من اقوى ادوارها قد يكون اقوى ادوارها على الاطلاق ولو اني انا بصراحة ما يالي واندا اكتر في المسلسل بتاع واندا فيجن بس جيسي بليمنز برينس لان هو مطلوب منه ان هو يقنع الناس بحاجات كتير صعب نقتنع بيها على رأسها ان جيسي بليمنز شخصيا المفروض انه هو الدنجوان اللي كتب على جنان نسوان هذه المنطقة كلها. انا مش شوان بناءنا على ايه يعني من ناحية بقول طب كنا نجيب ممثل يبيع الفكرة دي شوية بشكل اسهل ومن ناحية تانية لا انا مش عايز ممثل تاني غير جيسي بليمنز لانه بشكل ما عرف يقنعني بالجزء الخاص بالطاقة بتاعته اللي ادى لهذا الصراع او لهذا القرار الحاجة التانية المسلسل بقى بريق منها شوية حقيقة طود هو المسؤول عنها لان هو دي المنصة اللي انا اتفرجت عليها نهما كانوا بيقطعوا جامد في كل المشاهد اللي من الواضح ان كان فيها بعض التفاصيل الجنسية او مشاهد عورية او كلام زي ده وطبعا انا مش بس يعني الفكر مش بس واخد بالك كنت عاوز المسلسل كله بكل هذه المشاهد هي القطعات الصراحة كتغبية شوية وهم في وسط حوار وهم بيتناقشوا في حاجة حصل اللي حصل وهم بدل ما يقطعوا المشهد من بدايته قطعوا في نص الحوار ورجعوا على النتيجة انا مش فاهم احنا وصلنا لها ازاي ممكن يكونوا قالوا ايه ساعد شوية في ان احنا نفهم تفاصيل هذه العلاقة او نحلل اكتر تلك الشخصيات كل ده على جنب اللي حصل بعد كده بداية من الحلقة الرابعة لنهاية المسلسل عاوز اقول ان هو جيد الى حد كبير يعني بتحفظ شوية في ان انا اقول جيد جدا لان تفاصيل الجريمة واقصد فيها التفاصيل النفسية والتفاصيل الدموية لان الجريمة ما بتتقدم لناش مرة واحدة بتتقدم على عدد من المرات ولما بناخد تفاصيلها بالكامل بالمنتهى الامانة وانا واحد متعود على المحتوى الدموي والمحتوى العنيف والمحتوى الجروسم والامور دي كلها يعني المشاهد بتاعته بصراحة يعني سايب علامة في ذاكرتي حتى الان لان تنفذها كان شديد القصوى شديد التفاصيل متقن الى حد كبير جدا وبعد ما تخلص المسلسل لو جيت تقرأ الوقائع بتاعت الجريمة الحقيقية بكل تفاصيلها وجيت بعد كده تقول جي لو حتتمثل تتمثل ازاي او لو تتقدم على شاشة تتقدم ازاي حقيقة ما فيش افضل من كده على دي وبعدين النصف التاني من الاحداث او انتلقى من الحلقة الرابعة بتدخل معنا شخصية مهمة جدا وشخصية المحامي لو انا فكر اسمه صح اعتقد انه بينافس على فكرة مع القاضي بتاع المحاكمة غريبة جدا وغير معتادة يمكن تكون قريبة شوية من الطبيعة بتاعت في غياب الكوميديا الموضوع جد بنسبة مية في المية وده موضوع عجبني رفع من شأن المسلسل ومن تقييمه بالنسبالي وزي ما بقول فضلت من اول لحظة الاخر لحظة متمسك بالطبيعة بتاعت المشاهد بتاع جعفر العندق عمل اشتم الشخصيات وعملت خانق مع الشخصيات لان انا عارف كويس اول حدود حصلت فانا بحاكم من الشخصيات الحقيقية واعتقد ان لما في عمل فني يصل بيك كمشاهد لهذه الدرجة فليه درجة نجاح مرتفعة انه يصل بيك لدرجة لا 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 انا بقيت جوه الحدودة الحقيقية وعاوز حاكم الشخصيات اللي في رأي الشخصي اذنبت وقدت للمصير المأساوي اللي الاحداث بتنتهي عليه لو كنت اتسألت على تقييمي للمسلسل بعد الحلقة التانية ممكن اقول ما يعديش خمسة ياخد اتنين ياخد تلاتة ياخد حاجة بالطريقة ولكن بعد ما شفته بالكامل لا ممكن يوصل لسبعة كمان في حدود التصنيف بتاعه وفي حدود الشخصيات اللي موجودة جواه وجزء كبير قوي من ارتفاع التقييم المسؤول عنه هي تفاصيل الجريمة طريقة تقديم طريقة اكتشافها بكل تفاصيلها لا تقدمت على مستوى اخراجيا وعلى مستوى السيناريو وعلى مستوى التفاصيل من اعلى ما يوم اشتركوا في القناة